الشيخ محمد مبارك الرشيدي شيخ قبيلة الرشايدة من الوادي الجديد ليه عندي إحساس أنه أنا مستضيفة نجم أو حد بيعمل حاجات في برامج أو كده لا إحنا بنعتني بالقبائل العربية وفيه برنامج اسمه قبائل العرب ده بيعني بالتراث يعني بعداته التقاليد يعني بنظام التقاضي بالمرأة وما تقدم المرأة في القبائل العربية والقبائل البدوية بصفة خاصة هذا البرنامج يعني بكل ما يتعلق بالقبائل العربية أضف إلى ذلك أنه يظهر الوجه المضيء للقبائل العربية على عكس ما يردد في بعض وسائل الإعلام حضرتك بتقدم نعم شفت بقى أنا بقول لك عيب طيب عايزة بس الأول أعرف الرشايدة السلسال جاي منين الرشايدة ينتسبون إلى رشيد الزول رشيد الزول ينتسب إلى قبيلة عبس القديمة من قبل الإسلام هذه القبيلة العريقة في الجزيرة العرب والتي بمثابة شجرة تدلت غصونها في كل الوطن العربي فمنهم من ذهب إلى الشام منهم من ذهب إلى المغرب العربي منهم من ساهم في الفتحات الإسلامية مع القبائل الأخرى قبائل بني سليم في الفتح بلاد أوروبا ونشر الإسلام هناك ولكن عادوا مرة أخرى إلى المغرب العربي منهم من توطن وحاليا بني عبس في قليم برقة من شرق السودان في الجبل الخضر موجودين الرشايدة في السودان الرشايدة في أريتريا الرشايدة في سلطنة عمان الرشايدة في الكويت والسعودية الرشايدة في الأردن الرشايدة في مصر طبعا موجودين في سوان والبحر الحمر حلايب وشلتين في قنى وسهاج والواد الجديد في بعض منهم في سيناء يقيمون في كل المحافظات في القطر المصر ليه الواد الجديد المتمركزين أو ليه التمركز الرشايدة في الواد الجديد أتى من عبر النمو الحضري في الواد الجديد لأنهم أهل زراعة وكانهم أهل أكثر ناس استعدادا للعيش في الصحراء في التنمية العمراني اللي بدأت مع الزعيم خالد الزكر جمال عبد الناصر في استصلاح الأراضي فهم بدأوا هذا المشروع بالتنصيق مع الدولة وتملكوا الأراضي وقاموا بزرعها عشان استعدادهم لأنهم يعيشوا بالتحمل نعم نعم تحملهم بطبيعتهم أهل الصحراء استطاعوا أن يقيموا في هذه المنطقة عايز أسأل حضرتك كشفنا دلوقتي هل أنتوا منتوا قسكم وعدادكم أنه التاريخ يتوارس يعني نوع من التعليم كل قبيلة بتمسك ولادة وتقولوا إحنا ولاد فلان إحنا نسل فلان إحنا تحركنا من المغرب ذهبنا إلى تاف العامل كذا ولا أنتوا بتاخدوا ده من الكتب اللي الناس تاني عاملينها نحن توارس ونحتفظ بتاريخنا من أجدادنا آه ما دال أنا بقصد نعم من أجدادنا من خلال الكتب من خلال توارس من خلال أشعار الأشعار تنقل الجدود وما شابه ذلك وتحفظ من جيل إلى آخر أضف لذلك أن ده امتسال لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحمكم لأن صلة الرحم فيها محبة للأهل ومصراته للمال فهذا يعتبر توجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم أن نحتفظ بالأساب حتى نصل للأرحم تخيلي أننا كونا رابطة رابطة عبس العالمية من 12 دولة من ليبيا ومصر والسودان وأريتريا والدول التي ذكرتها لك والكويت والسعودية والأردن ونتواصل عبر الساعة يوميا مع بعضنا البعض في كل ما يخصنا لدرجة أن نقدر الله عندما يحصل مصاب لأي أخد أو فرح نحن نعلم في التو والساعة فهذا يعتبر من صلة الأرحام فأنتو قلت يعني خدمتم أو استخدمتم كل التكنولوجيا الجديدة والوسائط الاجتماعية في أنه تزيد الترابط نعم خدمتنا التكنولوجيا التقليلية طب هل ده خلكم تتخلوا مثلا أو تخف شوية العادات والتقاليد اللي أنتم ملتزمين بيها بقى لكم قرون أو في بعض العادات تغيرت يعني زي في القديم كانت تفرح القبائل مثلا وليكن قبيلة الرشايدة تمتد إلى أكثر من 15 يوم يتخللها سباق الجري اللي يسمونها البدو عندنا الرشايدة الحمل قرابة مجموعة من الشباب 30 شاب في مختبل العمر من 15 إلى 20 سنة يطلعون إلى مسافة إلى كيلو تقريبا ويبدأ لما عندهم مرشد يبدأ في صفارة إنزار بالبدء في العدو يعني العدو ويستقبلهم آخر ومن يفوز له جائزة هذه كان يوم من الأيام سنين سباق الهجن كان عندنا الهجن يطلعون مثلا أصحاب البل اللي هم عندهم كل واحد عنده بعير مستعدبة مخليه مشادة بمرن البلق بمرن البعير مثلا شهر ولا شهرين يمرن البعير يبقى جاهز للجري ويتواعدون في ميد معين يعني معناها بعد مسافة معين 10 كيلو 11 كيلو برضو معهم واحد بيطلق صفارة البداية والآخر ينتظر عند البيت الفرح غالبا ويعلن عن رقم واحد اللي هو الفائز أو له جائزة أضف لذلك أننا كان عندنا في لعبة يختص بها قبائل الرشايدة قبل لعبة الزريبي بالسيف اثنين صف رجال من هنا وصف رجال من هنا واثنين يتبارزون بسيوف تقال أشعار يعني الصف الأول يقول شطر من البيت والصف الثاني يرد شطر من البيت ارتقال ارتقالي ارتقالي وبالعكس ده بيزيد التنمية الشعرية بين الشباب يعني أعتبر الشباب يتبارزون ده أضف لذلك أنه كان يوم أننا بيغزون اسمها الغزة بيغزون الريات البيض وال وغصون النخل الجريد ده اسمها الغزة اللي يعتبر اللي يسموها الحنة هنا ده قبل الفرح بيوم يوم الفرح طبعا بي يتم دبح الدبح وكل واحد بيجي يجدم طبعا يجيب اللي معها خروف اللي يجيب جمل أما عادات جميلة جدا هل دي مخلياكم حاسين أن أنتم يعني أصل الفن ده الفن والعادات والتقاليد والتقوص هي اللي بتخلق شخصية البني آدم زي ما حضرتك قلت الشعر نعم إذا الشعر ما كانش بيتطور طول الوقت وبيتجوت طول الوقت ما بينقلش التاريخ ما بينقلش الشخصية نعم فأنتم حافظين على ده يعني بتقول لي كان في الماضي الفرح النهاردة مختلف مختلف اتقلصت بس لكن لكن إحنا مصررين إن إحنا تكون عندنا العادات هذه إن إحنا كاية القلب الهادي لازم يكون عندنا بإيران وخاصة الرشايدة بالمناسبة يحتفظون بالنوق الحمر من ألاف السنين بالمناسبة وموجودة عندنا يعني عندنا في السودان أخواننا البرعصة في السودان الوحيدين في العالم يمتلكون هذه الفصيل من النوق الحمر اللي هي حاجة عنتر الوحيدين على مسؤول العالم ودي بتقول لها مزارع لا لها طبعا محتضنين حضانة كان فيها بتباع بمبلغة رهيبة في دول الخليج طبعا وهالوحيدة عندنا الشايدة يعني دي الحاجة الوحيدة اللي موجودة اللي تورسناها من عبس حقيقة بتتعاملوا معها لأنها طاقس وعادة وتقليد ولا إنه سروة قومية لو تراعت صحة تبقى بتصدر الوحيد منطقة الوحيدة في العالم وتصدر النوق الحمر لا ما هذه الوحيدة معروفة أيها المزارع كبيرة طبعا مزارع كبيرة مهتمية طبعا إحنا عندنا بصلا أنا بمسك في الحاجة بلبد كده لا لا ما شاء الله عليك لأي حاجة فيها مصلحة أو يعني إنه المكان يكون بيصدر حاجة مهمة أعزائي بأجور حاجة لا ده أنا بشرك إنه إحنا ولد عمنا وابن الرشايدة وزير السرق الحيوانية في السودان دكتور مبارك مبارك سليم إلا من خلال النوقع وكذا بحيث نحن نحتفظ بالسلالة لأك أكبر قدر ممكن يا عم أنت بتغلينا كده هنيجي بقى لتتباحوا لنا الدبايح لا الله يحييك يا ستي والله في أي لحظة والله تستاهلون يعني نورتني إحنا وراك إنت أركب النوقع وإحنا وراك على طور يا أهلا بحضرك يا أهلا بحضرك أستاذ سهلت الله يخلقيك سهلت أهلا بحضرك أهلا بحضرك أهلا بحضرك أهلا بحضرك